أنت لا تريد القارب، أليس كذلك؟ أوضى، معناها هنا أليس كذلك؟ هل قمت فعلا يوما ما بالإبحار على متن القارب دي زوزانة؟ اسم قارب اسمه دي زوزانة الفعل زيجل يعني أبحار هل قمت فعلا يوما ما بالإعادة؟ هذا لم يكن ممكنا هذا لم يكن ممكنا عندما كنت طفلة أو معناها هنا عندما كنت يعني طفلة لم يكن باستطاعتنا الذهاب من ألمانيا الشرقية إلى هامبورغ ولاحقا مع أبي يعني لاحقا وفاقا مع أبي؟ وان لقد إستطاعتنا الذهاب؟ متا كان عند الوقت للإبحار؟ دي زايت هو الوقت دي زيجل يعني هو الإبحار هات هو الفعل هابن في الماضي وان لقد إستطاعتنا الذهاب؟ كنت لا تزالين شابة تعني شخص صغير في السن أو شاب هنا يقصد شابة عندما كنا شباب كان عندنا طفل أين كنت البارحة؟ أين كانت الفعل في الماضي؟ البارحة أو الأمس البارحة؟ أبي كان حقا غاضب معناها هنا غاضب يعني حقا ينبغي علي أن أتمرن للتدريب التجريبي الفعل يبن هنا معناه تمرن هذا حقا مهم يعني حقا مهم إذا أين كنت البارحة؟ لم تكن في المنزل أين كنت تحصلت في المنزل؟ أخا مهمة هذه الكلمة معناها ولا في أي مكان بمعنى قال له أنا لم أكن ولا في أي مكان أمور عائلية تعني أمور عائلية العائلة أنت لا تزور أبدا عائلتك ني يعني أبدا الفعل بزوخن معنى زار يزوره أو أباك عاد من أمريكا أو أباك عاد من أمريكا أبي لن يعود الفعل تسوق كومن معنى عاد يعود أباك عاد من أمريكا أباك عاد من أمريكا البارحة اشتاق لك شخص آخر فرمسن هذا الفعل معنى اشتاق يشتاقو نوخ يمند يعني شخص آخر كستن حدتك نوخ يمن فرمست اوش مح مل دو فنسر أوف صوف أفتح النافدة الفعل أوفمخن معنى فتح يفتحو دو سفنسر النافدة اوش مح مل دو فنسر أوف مونيكا 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 مرحبا مونيكا أندي قال لي أنك كنت عندي البارحة مع بعض الكتب جزاقت كلفعل صديق أيضا oisيمو مونيكا مونيكا لقد أعطيتها لي ميلاني الفيل جيبن معناه أعطى يعطي حسنا هل ينبغي أو هل من المفترض أن يكون هذا اعتضار؟ أعطي إعطي دار هل هذا أعطي إعطي دار؟ نعم لقد نسيت هاب إيخ فرغسن الفيل فرغسن يعني نسا كان يجيب علي أن أذهب إلى جدي دار جروس فاتر وهو الجد هنا عندنا الضاتف كما تلاحظون لم يقل الفعل غين ولكن يقصد كان يجب علي الذهاب إلى جدي لماذا؟ لأننا أحيانا عندما يكون المعنى واضح في العامية لا نقول كل شيء هاب إيخ فرغسن أعطي إخواتي أنا متأسف مونيكا أنا متأسف مونيكا لم أكن أبدا أعلم أنك عندك جد يعني لم أكن أعلم أبدا أو لم أكن أعرف أبدا يعني أبدا wusste هو الفعل wissen في الماضي ومعنى عارفة أو علمة wusste gar nicht dass du einen Großvater hast also ich habe einen Großvater und ich habe ihn gestern besucht und er hat mir sein Boot geschenkt حسنا عندي جد ولقد زرته البارحة ولقد أهداني قاربه الفعل هنا هو الشنكن يعني أهدى جدك الذي لا تراه أبدا أهدىك قارب نعم قارب قديم هذا النوع من القارب يسمى فولكبوت يجب ترميمه الفعل غباغيغن ومعناه رمامة أو أصلاحة هل يستطيع أحدكم الإبحار؟ أين منكم يعني أحدكم بالتأكيد بالطبع كلا kann ich segeln ich komm doch aus Hamburg in der Oberstufe ist doch ein Mädchen die ist segel champion في الثانوية توجد فتاة والتي تكون بطلت إبحار die Oberstufe وهي الثانوية segel champion يعني بطلت إبحار in der Oberstufe ist doch ein Mädchen die ist segel champion ما اسمها مرة أخرى؟ تسمى أو تدعى كاترين يمكنك التحدث معها عن القارب التحدث مع شخص ما عن شيء ما مت بلس داتيف بلس أكوزاتيف لا يحتاج ليس ضروري ليس ضروري سوف أذهب إلى المكتبة هي المكتبة وأقرأ شيئا عن القارب ليس ضروري بلس أكوزاتيف يعني قرأ عن شيء ما سوف تقرأ عن هذا النوع بالضبط من القارب والذي يسمى في فولكو بوتي يمكنني أن أجلبه لك إلى مرفع القارب برينغن يعني جلبة اليوم مساء على الساعة السادسة قال لها أوكي يعني اتفقنا حسنا بمعنى مرفع القارب يوجد في الشارع الذي اسمه إلبشتراسة رقم تسعة المدخل الأول على اليمين خلف الجسر هي المدخل الأول يعني على اليمين يعني خلف وهو الجسر هي المدخل الأول على اليمين لكن هذه المرة يجب عليك حقا أن تأتي مونيكا فوتت شيئا ما فباستن هذا الفيلم معناه فوتا أنا غير مهتم بمونيكا أنا مهتم بأخرى إذا كنت من الضروري أن تعلم مفهوم يعني من الضروري يعني عرفة أو علمة مهتم بأخرى مهتم بأخرى إذا كنت أعلم بأخرى مهتم بأخرى مهتم بأخرى يعني إلاcoon أعرف